السبب الفترات والسنوات الماضية كثيرا ما كان يتم تداول اسمك للتدريب في مصر تحديدا مع النادي الاهلي وايضا مع نادي الزمالك هل في وقت قريب كنت مرشح لتدريب الاهلي او الزمالك هل تلقيت عرض مؤخرا من اي نادي في مصر طبعا انا قبل اي حاجة انا حابب ان انا اوضح ان الفريقين كبار جدا ومعروفين في كل حتة ولكن انا لما كنت عندي الناية ان ارجع افريقيا انا جالي عروض جالي عروض من فرق كثير مصرية مش بس النوادي اللي انت كريم قلتها ولكن انا بالنسبة لي ما كانش هتفرق كدير ان انا ضرب اهلي او زمالك لان انا بالنسبة لي هما الفريقين كبار ومعروفين دوليا افريقيا وانا عارف ان هما بيسموا القطبين في مصر وليهم شعبية كبيرة ولكن للاسف ما حصلش ان انا اقدر ان انا اضرب حد منهم او ان انا ابقى متواجد في وسط الفرق المصرية ولكن انا بأمل لو في يوم الايام الظروف اللي انا فيها ممكن تتحلط طبعا هيكون ليه الحلم ان انا اضرب في مصر مش في افريقيا فطبعا فطبعا انا بالنسبة لي دي يعني هتبقى حاجة حاجة كبيرة جدا وهتضيف لي كتير جدا ان اضرب فرقا من الفريقين